في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط يبرز سباق تسليحي جديد كعلامة فارقة في تاريخ الصراعات الإقليمية العراق الذي يعاني من تاريخ طويل من التحديات الأمنية يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية من خلال توقيع عقد مع كوريا الجنوبية للحصول على بطاريات صواريخ أرض جو متوسطة المدى وهي خطوة تعكس سعي بغداد لتأمين أجوائها ضد المخاطر المتزايدة فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية مؤخرا عن التعاقد مع كوريا الجنوبية على منظومة صواريخ أمسام بقيمة تقدر بمليارين وستة وخمسين مليون دولار مع توقع وصول أول بطارية في العام المقبل هذا القرار يأتي في وقت حرج حيث تتزايد التهديدات العسكرية ويتعقد المشهد الإقليمي بشكل متسارع وحسب تصريحات مصدر في قيادة الدفاع الجوي فإن المنظومة الكورية تمثل الخيار الأنسب للعراق أسيما في ظل عدم امتلاكه لأي منظومات دفاعية متطورة مع ذلك تظل هناك تساؤلات حول فعالية هذه المنظومة في مواجهة الطائرات الحديثة مثل طائرات F-35 الأمريكية فقد أعرب خبراء أمنيون عن شكوكهم في قدرة المنظومة على إسقاط الصواريخ والطائرات مما يثير قلقا بشأن مدى كفاءة الاستثمارات العسكرية الجديدة فيما امتنعت لجنة الأمن النيابية عن التعليق على هذه القضية يبقى المواطنون العراقيون في حيرة من أمرهم حيث يأملون أن تسام هذه الخطوات في تعزيز أمنهم واستقرارهم إن هذه الخطوة تمثل جزءا من استراتيجية أوسع لتعزيز الدفاعات العراقية لكنها أيضا تفتح المجال أمام تساؤلات حول مستقبل الأمن الإقليمي في ضوء هذه التطورات يبقى العالم مترقبا لعواقب سباق التسليح وتأثيراته على التوازنات العسكرية في الشرق الأوسط محمد جواد قناة الرشيد